ازاي اكو عاملين ايه؟ طيب على حس التقرير بتاع صناعة الحصير الحقيقة فلاقيت رسالة جميلة بديعة فرحتني فرحة من الدكتور احمد زايد الدكتور احمد زايد طبعا رئيس مكتب تسكندرية وغني عن التعريف يعني احد اهم وكبار متقفين العرب فقال لي تحية حب على تقديمك لموضوع الحصيرة وبعدين قال لي انا دايما اقول ضرورة الاهتمام بالتدفقات بتاعتنا اللي جاية من جنوب مصر وانه حتى علق على السيدات اللي كانوا بيعملوا الحصير قال شايف بيشتغلوا ازاي؟ هم دول السروة الحقيقية بتاعتنا المصريين وفنونهم وترسهم وصناعتهم التقليدية وده جزء من الطبع والطعم المصري بتاعنا يمكن ده ملخص ودهتوا كده ايه؟ فحوة كلام الدكتور احمد زايد صحيح مية في المية يعني مش هصحح وراء خالص ولكن اضم صوتي لصوت الدكتور احمد زايد بجد الناس دي حقيقي تخيل عشان كده احنا انت عارف مسألة مسألة ان احنا بقى عندنا معارض ومهرجانات للحرف التراثية والحاجات دي الحاجات دي بتساعدني جدا وفرحان قوي انها بقت موجودة عندنا فرحتي فعلا بالتقرير ده زي فرحة بالضبط الدكتور احمد زايد واظمنا فرحة ناس كتير لما بنشوف اهلينا اللي موجودين في البلاد وفي الارياف وما الى ذلك وهم طول الوقت ايدين تتلفف حرير وادين شغالة وبتضف لنا ده في النهاية خالص اقتصار حتى ولو كان مساهمته تبدو تبدو في الحيز المالي او بالارقام تبدو صغيرة لكن مساهمتنا في امتدادنا الثقافي وفي تكريس وترسيخ هويتنا الثقافية وهويتنا احنا كمصريين السهام كبير وعظيم وعميق ويدعو دائما للفخر عارف اقولك على حاجة بردو في السريع كده في بلدنا وبلدك وبلدنا بيجي راجل من عندنا في الصعيد بمع فاس صغير كده ويطلع يبحر يطلع فوق في محافظات البحري الفاس الزغير ده مش فاس العزق بتاع الغيط ده الفاس اللي بيشطف بيه الحجر الابيض اللي بيبني بيه بيوت وفلات وشالهات يبنيها ولا يسكنهاش زي البيوت بتاعت العجمي زمان زي بتاعت المعادي لو تفتكر زمان حاجات زي كده ولا زالت بعض حتى القرى السياحية الفاخرة جدا سواء اذا كانت فيه على ساحل الابيض المتوسط او على الساحل بتاعنا بتاع البحر الاحمر والخلجان بتاعتنا تلاقي دايما فيه قرى فاخرة جدا انت حب انه البيوت عندها والشكل والطراز المعماري يبقى مبني على الحجر المشطوف اياها ده اللي بتتبني بيه هذه البيوت ده فنان مزهل بالمناسبة ده مش بناء عادي ده بناء مزهل يعود يشطفها بيده علشان يسوي الحواف حتى وهي في شكل غير منتظم بس ازاي تتساوى وتتحط جنب بعضها زي قطع البازل فتصبح بيتا يباع فيما بعد ذلك بمئات الالوف لا والحق بالملايين يعني ده فنان جاي من عندنا في قبل لازم نحفظ عليه جدا ونحفظ على طريقة البنى دي وعلى قدرته في هذا البناء اليدوي التقليدي جدا وده بالمناسبة بناء بحر متوسطي قوي يعني وجنوبي بالاساس برضو وتقدر ترجع انه ده موجود حتى فيه عندنا في الجنوب في أسوان وده من أسس العمارة مثلا بتاعة الله يرحمه حسن فتحي مثلا